أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة جذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالقاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سفرها عليهم سبع ليال وثمانية أجهام حسوما فتغى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قابية فهل تغى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعسوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ترابية إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الباقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عوش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمانه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قدوفها دانيا قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا قدوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعن قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنسيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسوة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر